عليها إلى مزيد من دعم الدولة لمشارعها التويلية الواقوية التي ستطرع أيها الحضور الكريم اسمحوا لي أن أشد هنا شاهدا ومنوها بإمكاننا كل حسب استطاعتي استجابة لدعوة فضلة الشيء محمد للمنطقة استجابة منقطعة النظير شيوخا وعلماء وخبراء وأكاديميين عمالا وحرفيين وأسهموا إسهاما كبيرا في تريمة رغبة الشيخ وأمره المؤكد إلى واقع وأسمحوا لي أيضا أن أرفع أسماء آيات الشكر والعرفان إلى سماحة مولانا الشيخ محمد للمنطقة حفظه الله تعالى الذي شرفنا بتكليفنا حملة هذه الأمانة الكبيرة ولم يزل حفظه الله تعالى خير عون لنا يؤازرنا بتسجيده وتحيده وتسهيل كل أمر يحتاج إليه المشروع مهما كانت طبيعته وإصعدني قبل أن أختم أن ألفت نظر جميع المريدين إلى أن المؤكد بمقتدى تلك الهمة العالية لهذا الشيخ ستبدأ اليوم وهي مهمة تيسير هذه المؤسسة لتؤدي رسالتها باستمرار على أكمل وجه نرفع معا بفضل الله تعالى وعونه ثم ببركة شيخنا أحمد الخديم رضي الله عنه جميع التحديات الماثلة والمتوقعة لعلنا نحظى بهذه الخدمة الجليلة خير المنقطعة الأجر والثواب إن شاء الله تعالى وفي ختاب هذه الكلمة نرفع أيدي التضرع والابتهال إلى المولى عز وجل سائلنا إياه أن يرضى عن شيخنا عبد الله وخديم رسوله صلى الله عليه وسلم وعن جميع أسلافنا ويجاسيهم عن ناغر الجزاء ويحفظ شيخنا الخليفة ويمده بالسعة والعافية لجميع مهماته في خلمة الإسلام والمسلمين ويحفظ بلدنا وينشر فيها الأمن والسلام والاستقرار والاستهار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته